موسيقى مرحب بكم مشاهدين الكرام في مستهل هذه الحلقة في مناء القاهرة والتي تستمر معكم إلى منتصف ليلة القاهرة فيها وقفتين حوارياتين نائسياتين وأيضا عدد من الأخبار اللي بتمر بنا على أبرز أحداث اليوم الوقف الحوارية الأولى نهاردة في مناء القاهرة بتتحدث عن الهيئة العليا للانتخابات وجداول زمنية حددت بأرقام وحددت بأصلا تواريخ للانتخابات الرئاسية القادمة تجرى الانتخابات في خارج مصر أيام 16 17 18 مارس القادم وتجرى الانتخابات في داخل البلاد في 26 28 27 من نفس الشهر يبدأ تلقي طلبات الترشح يوم 20 يناير الجاري وحتى 29 من الشهر ذاته في أتا ساعة صباحا وحتى الخامسة مساء عدى اليوم الأخير حتى الثانية ظهرا وتضمن كذلك الجدول الزمني موعيد إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم بصحيفتي الأهرام والأخبار كل هذه الجداول الزمنية وكيف ينص الدستور المصري على الانتخابات الرئاسية القادمة في حوارنا الأول مع الدكتور محمد الزهبي أستاذ القانون الدستوري بالأمس سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في مدينة العاشر من رمضان وافتتح عدد من مشروعات الطرق الخاصة بالشبكة القومية للطرق في مصر عبر الفيديو كونفرس منها عدد من الطرق سواء ما يربط ما بين القاهرة ومحاورها المختلفة أو ما يربط بين محافظات مصر طريق شبرى بنها طريق القوس الشرقي الشمالي الممتد من الدائري وموصل مدينة العاشر بالرمضان بعدد من المدن ومحافظات الشرقية تحديدا التابعة لها وأيضا طريق القاهرة العين السخنة بعد تطويره ومحور الفنجري الذي يربط ما بين غرب وشرق القاهرة كل هذه الطرق كيف تضيف إلى الاقتصاد القومي المصري كيف تكون مشجعة للاستثمار أو جاذبة ومهيئة للمناخ الجاذب للاستثمار ده موضوع حلقتنا النهاردة مع الدكتور حسن مهدي في الوقفة السنية في من القاهرة أستاذ هندسة الطرق والمرور بجماعة عين شمس زيارة همى للرئيس الإريتري أسياس أفرقي إلى مصر هذه الزيارة التي حظيت بالكثير من الاهتمامات على كافة المستويات وأكد سيادة الرئيس عبد الفتاح أسيسي اهتمام مصر بترسيخ التعاون الاستراتيجي مع إريتريا في شتى المجالات وإرساء شركة مستدامة بين البلدين وذلك في ضوء العلاقات التاريخية المتبيزة التي تجمع بينهما أكد سيادة الرئيس خلال لقاء نظيره الإريتري أسياس أفرقي على أهمية المضي قدما في تنفيذ مشروعات التعاون بالقطعات المختلفة وأشار إلى التعاون القائم بين البلدين في إطار المحافل والمنظمات الدولية لفتا إلى أهمية زيادة التنصيق والتشاور بين الجانبين إزاء الأوضاع والقضايا المتعلقة بالمنطقة في إطار العمل على إحلال السلام والاستقرار والتصدي للتحديات المشتركة في مقدمتها خطر الإرهاب اتفق الجانبان على التنصيق المكاسف بينهما في ضوء مستجدات الوضع الإقليمي الراهن في منطقة القرن الإفريقي ودور إريتريا بها وما لها من انعكسات على أمن البحر الأحمر ومنطقة باب المندب النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس ويرجئ التصويت النهائي وفق مجلس أن نوافق جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة الصلح الواقي والإفلاس وذلك في مجموعه مع إرجاء التصويت النهائي عليه إلى الجلسة القادمة قال عبد العال عقب موافقة المجلس على مواد مشروع القانون إن مشروع القانون من المشاريع المكملة للدستور والتي تستلزم نسبة ثلثي أعضاء المجلس الموافقة عليه مشيرا إلى إرجاء التصويت النهائي على المشروع لجلسة قادمة سيادة النائبة بساند فهمي الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تنضم إلينا عبر الهاتف برحب حضرتك سيادة النائب أهلا بك ما هي هذا القانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس شوفي حضرتك ده أهم قانون اتعامل استكمالا بقانون الاستثمار والإحساس يعني باختصار شديد ما تخوش تشتغل عايزة تشتغل الهدوء وده قانون الاستثمار بيحدث ولما تحدي كمان عايزة تتريك بهدوء من غير بيحصل لك بشاكل ضخمة فقانون الاشلاس من أهم هذي القوانين ولذلك أنا لما بقول لما كانوا بيكلموا على قانون الاستثمار أقولوا انتا تخوش لازم بقى نعمل قانون تاني تاهل المياس لما تحدي تخرج للخوص تخرج أولا ما تحدي أو ما تثلت يعني الناس كانت تقصر الإفلاس على إن المفتد حرام المصطف اطلاقا انت ممكن غزر عنك التساتيج تغير بالإقتصادية سياسية أمنية سياسة لغضية سياسة مالية تتعرض جدا تتأثر عن العمل تبكيرين سواء كانوا صناعة زراعة تجارة أيا كانوا فكان لازم تعملينهم قانونة إذا فعلوا بقى نفسهم مشاكل وحبوا إنهم يسيروا إجازة وحبوا عدد شخصاتهم يحصل بالقانون ومن غير ما يداره حيث عشان سمعتهم وسمعنا في شركات يعني سياسة النقيبة ده هيكون مكمن لقانون الاستثمار الجديد؟ نعم في ضمانات دخول لرأس المال وخروجه؟ يعني لما كانوا يقولوني الاستثمار أقولونه سهولة الدخول وشهولة الخروج كمان عشان سهولة الدخول قوانين بقسوا في رأس المال اللي هي مثلا نحب أن ترحقسه في القرصة نبيع الشركة في القرصة ونخرج نعمل اندماج نعمل استحواز ده تبقى المنظومة اكتملت بالكامل ده بالحضرتك ده بالحضرتك ده بالحضرتك ده بالحضرتك ده بالحضرتك تمام أنا بشكر حضرتك بشكر حضرتك جزيل شكر سيادة إبا باسانت فهمي الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مرة أخرى نعود إلى العلاقات الاستراتيجية التي تربط ما بين إريتريا ومصر وأبعادها المختلفة على كافة المستويات ينضم إلينا عبر الهاتف سعدة السفير رخى أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق برحب بحضرتك سعدة السفير أهلا بك أهلا بك أهلا بك سعدة السفير عمق لهذه العلاقات الإفريقية مصر وأريتريا ومستويات من العلاقة على المستوى الاقتصادي والتعاون المشترك أيضا كيف ترى هذه الشراكة الحالية في الحقيقة يعني دي تطور لعلاقات التارية منذ استخلال إريتريا عام 1991 يمكن دي زيارة 21 يعني زيارة رقم 21 بمعادل تقريبا كل سنة وشهرين زيارة في خلال التاري السنين الأخيرة في أربع زيارات فهنا في علاقات متواصلة بين مصر وأريتريا بحكم الارتباط الدولتين بمصالح مشتركة بحكم مشاركة مصر في عملية التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية والزراعية في أريتريا عن طريق تقديم مجموعة من الخبراء مصر بتتكفل بكل تكاليفهم أيضا بالنسبة للتعاون في عدة مجالات مجال الزراعي احنا بنساعدهم في إنشاء الصوة بالزراعية أيضا مصايد الأسماك هم عندهم ساحل يمتد حوالي 1200 كم غني بالأسماك فبالتالي بيتعاونوا مع الصيادين المصريين تجروحوا عشان يصطادوا قصاد ساحلهم سواء في المنطقة الاقتصادية المجاورة أو في أحيانا في المياه الإقليمية بعد اتخاذ الإجراءات والرسوم نعم لكن الموقع الجغرافي لكل من البلدين بيعطي ميزة نسبية ليس فقط على المستوى الاقتصادي لكن كمان الأمن وأمن البحر الأخرى من ناحية دي أنا أحب تطرق ديها مهمة جدا لأن مصر في السنوات الأخيرة بدأت تشعر بأهمية أن يكون فيه تعاون مشترك بين دول البحر الأحمر بعد ما بدأ الصومال تتفكك ويظهر فيه عمليات القرصنة ودي بتهدد باب المندب اللي هو المدخل إلى البحر الأحمر وإلى قناة السويس فبالتالي باب المندب ده بيعتبر جزء من أمننا القومي لأنه ضيق جدا ومدخل مهم أيضا ممر البحر الأحمر إحنا والسعودية وإيرتريا تقريبا والسودان والأردن وإسرائيل يعني دي الدول المطلة على البحر الأحمر إسرائيل رأس قد كده دبوس إحنا سوى شواطئنا والسعودية وإيرتريا والسودان فكاد تكون تغطي البحر فبالتالي لابد من التنسيق بين هذه الدول الآن في ظل الظروف الحالية بنجب أن السودان يعني بيخرج عن السرب ويجلب دولة بعيدة عن البحر الأحمر اللي هي تركيا إلى البحر الأحمر بأنه بيمنحها تشهدات في جزيرة السواكن في هذا الملف تحديدا ما مدى التعاون بين مصر وإيرتريا في حماية مضيق باب المندب في تأمين الملاحة داخل البحر الأحمر وصولا إلى قناة السويس طبعا في مصر بالتأكيد يعني هو يبقى فيه إحنا عندنا يعني أسطول بحر معروف نوعا من الأساطير الإقليمية اللي يعتد بها فالأسطول البحري بيبقى له بعض التشهيلات هو حاليا فيه طبعا في اليمن الجنوبي بحكم أن مصر داخل في التحالف اللي بيحارف في اليمن بداخل بقوات تحرية أساسا فلو وجود في اليمن الجنوبي ممكن أنه بيمر على إيرتريا وبالتالي يبقى فيه تنسيق على أساس أن حماية هذه المنطقة سواء من عمليات القرصانة أو من عمليات الإرهابين لأن فيها مجموعة جزر بعضها تابع لليمن زي جنزة جزيرة حنيش دي كانت هي أساسا اليمن كان بيستاعد حركة إيرتريا حركة التحرير الإيرتريا وعن طريق مصر أيضا لحصول على استقلالها وفيه في إيرتريا جزيرة دهلك جزيرة دهلك دي فيها تسليلات تحرية حتى هم يعطين لإسرائيل يعني من أيام إثيوبيا وفيها تسليلات تحرية عديدة فممكن جدا يبقى فيه تعاون في هذا المجال نعم ملف حوض النيل كمان الحقيقة مش عايزة أفوت الفرصة سعادت السفير من غير مقارف تحليل حضرتك لهذا الملف تحديدا في شكل تعاون بين مصر وإيرتريا تفضل ملف حوض النيل يعني هو إيرتريا يعني يضرها مكمل طبعا باعتبرها يعني مشتخلة مباشرة مع حوض النيل لكن هي بتعتبر من الدول المرتبطة بحوض النيل بحكم علاقات الجوار مع إثيوبيا والسودان وبالتالي فمصر يهمها جدا أن يبقى فيه علاقات وثيقة ومصر دائما كانت بتفضل يعني الضغوض الوساطة والمساعي الحميدة سواء بين إيرتريا وإثيوبيا أثناء الحرب اللي كانت بينهم في ما بين سنة 1998 إلى سنة 2000 كانت مصر بتسعى لأنها توقف القتال بين إثيوبيا وإيرتريا بالرغم أن يعني رئيس وزراء إيرتريا ورئيس وزراء إثيوبيا من قبيلة واحدة بالنسبة للسودان إحنا فوجئنا في الأيام الأخيرة بخبر أن السودان بيغلق حدوده مع إيرتريا يعني فبالتالي لماذا يعني إيرتريا لم تفعل شيء للسودان فهنا فيه عمليات حركات يعني بتدعو إلى التدقيق والبحث الوراء الأهداف الوراء وتطفي نوع من الأهمية لترسيخ هذه العلاقة المستمرة بين مصر وإيرتريا بشكر حضرتك جزيل الشكر سعادة السفير رخى أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق الدكتور مصطفى مدبولي القائم بعمال رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يترأس اجتماع لمتابعة ملف الأصول غير المستغلة وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من قائمة أصول الدولة المستوفى لكافة الشروط والضوابط اللازمة لترحيها للاستغلال في إطار برنامج زمني محدد جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه مدبولي لمتابعة ملف الأصول غير المستغلة وحضرته وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور هالا السعيد وممثلوا عدد من الجهات المعنية خلال الاجتماع تم استعراض تقرير تضمن الجهود المبذولة لحصر الأصول غير المستغلة والتي يقدر عددها بحوالي أربعة ألاف ومئة وأربعين أصل تابع لعدد من الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات وخطة عملها في الفترة القادمة وأليات العمل المتبع لإزالة العوائق التي تواجه وحدة الأصول غير المستغلة بوزارة التخطيط أربعة تلاف مئة وأربعين أصل تابع للوزارات المختلفة غير مستغلة النائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بالتحقيق في تقرير نيويورك تايمز أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإجراء تحقيق عاجل فيما نشرته نيويورك تايمز الأمريكية من أخبار تتعلق بمصر من شأنها المساس بالأمن والسلم العام والحق الضرر بالمصلحة العامة تولت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد زياء المحامي العام الأول لنيابة التحقيقات في تلك الواقع سيادة العميد خالد عكاشا مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية نضم إليها عبر الهاتف برحب بك سيادة العميد أهلا وسهلا تحياتي لحضراتك ولسهلا مشاهدين أهلا بك فانديم سيادة العميد تعليقك على ما ورد في نيويورك تايمز وتصدي النائب العام لهذه الأخبار المغنوطة يعني الحقيقة بشوف أنها خطوة في غاية الأهم يعني تحويل الأمر إلى تحقيقات القانونية والسياف القانوني الحقيقة بشوف أنها خطوة قانونية تضع الأمور في نطابها الحروب الإعلامية والتجليف الإعلامي الآن على مستوى العالم الحقيقة خد شكل متقدم جدا وله وزن على مستوى تأثير في الرأي العام العالمي ربما الرأي العام المحلي حقيقة من اللحظة الأولى كان عبر عن نيازاته وعبر عن استخدامه اللي مثل هذه الأمور والفابركات ومحاولة بس الأشياء المثيئة والصور المثيئة لدى الرأي العام المحلي أصبح النهاردة عنده قدرة الحقيقة على الفرج والسميز بشكل سريع جدا لكن الرأي العام العالمي حقا ضحية لمثل هذه الأبركات ومثل هذه الأداءات الإعلامية اللي أصبحت النهاردة لا تقتصر على مسألة تقارير منشورة في جريدة بقصد ما هي تريد الإثاءة ووضع صورة مغلوطة في الذهنية للرأي العام العالمي أو التشكيك في أوضاعك الداخلية هدف إحداث هزة على أي مستوى؟ يعني التصدير صورة مغلوطة والإلحاح عليها في وسائل الإعلام ليست خلق مستوى الشبهات ومعلوم توضهاتها تماما ومعلوم تمويلها وما يدور في خلف استطار بالنسبة لهذه المنصات الإعلامية ومن يديرونها ومن يصدفها على أراضي يعني هذه الملابسات كلها الحقيقة أنا بشوف أنها خطوة في غاية الأهمية وفي غاية الرصانة من الدولة المنصرية أن هذا الأمر يوضع أمام النيابة العامة وقرار النيابة العام بفتحة تحقيق هنا هو هيفكت هذا الأمر تفكيخ قانوني ويضع وفت سياقات قانونية الحقيقة من الممكن يعني بهذه الخطوة أنه هو يجهد محاولات مماثلة في المستقبل أن من تورد في صناعة مثل هذه الفابركات وصناك نصوص قانونية من الممكن أن تطالوا وتضع الأمور في منطبها الأمر قد يتصور إلى مخاطبة الجانب الأمريكي وطلب تعويضات ووضع غرامات على مثل هذه المنصات الإعلامية وده يكون شكل من أشكال الرضع الرصين والمحترم من الدولة المصرية اللي يبتخذ هذا المصارف ده شيء إيجابي جدا أنا بشكر حضرتك جزيلا شكر سيادة العميد خالد دعوكاش مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية أعلنت وزارة الداخلية مقتل ثمانية من العناصر الإرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في إحدى المناطق الصحراوية بالعريش كشفت الوزارة أن تبادل إطلاق النار جاء خلال مدهمة لقوات الأمن وعناصر الأمن الوطني أحد المساكن المهجورة والتي اتخذها الإرهابيون بؤرة لتجمعهم بمنطقة الريسة في مدينة العريش حيث عصر بحوزة الإرهابيين على خمسة بنادق ألية وعبوتين ناسفتين وكمية من الذخيرة المختلفة سيادة اللواء علاء بزيد مدير مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية معي عبر الهاتف برحب حضرتك سيادة اللواء أهلا بك يا فن وأهلا باستاذ المتحدث جهود الداخلية ما زالت مستمرة في مدهمة الأوكار الخاصة بالعناصر الإرهابية وأيضا النيل من هذه العناصر وتخليص المجتمع من شرور قد تكون في وقت ما تنجح إذا لم يتم القبض على هذه العناصر أو تتبعها جهود وزارة الداخلية يا فندم في هذا الملف تحديدا تحية إجلال لأروح شهداءنا الأضرار لرحل عنها فأكسادهم لتبقى أروحهم تضاعف النروح العزيمة والتحدي والتصدي لهذه الجماعة الشريرة وإن شاء الله بإذن الله قادرون على اختلاعها من مصر بإذن الله وتحية تقدير لقوات الشرطة وقوات المسلحة الباسلة المجهود اللي بيقوموا به لحماية وحفظ مصر واللي بيحصل حيات ضربات الاستباقية والإجهاضية اللي بتكون بها قوات الشرطة بمساعدة قوات المسلحة قضت على كتير من العمليات اللي كانت مستهدفة لازم نفهم إن مصر بتقود حرب شرسة حرب فرضت عليها وبتمارس علينا حق الأساليب غدرا وأدنا الوسائل خصة من هذه الجماعات الإرهابية وإحنا يعني لازم إن شاء الله بإذن الله أنت عارفين دعم مصر السياسي لليبيا وسوريا قضى على الإرهاب فيها وداعش وده كله انحصر الإرهاب وانقصر بفضل الله ثم جهود مصر السياسية ودعمها ودي طبعا العناصر دي لابد من استهدافة لأنها بتمثل خطورة على أمن مصر لأننا لازمنا في داخلة الخطر مصر مستهدف حاضرها ومستقبلها وشوفنا تصريح لأردوغان قبل كده أنه بيجمع الدواعش في ليبيا لدخوله مصر يعني بقت معلنة من هي زعامة الإرهاب لازم نفهم أن فيه هناك قوة إقليمية ودولية بده دعم هذا الإرهاب في دول بده عام للأسف وبتوفر له منصات إعلامية بتوفر له ملاز آمن وبتدعم وتغزي انطلاقه وده الحمد لله إحنا ماشيين في خطة سابتة لأنهم كل ما بيشوفوا أي مشاريع عندنا بتم افتتاحها بتلاقي بعدها على طول بيحاولوا يعملوا الزئابة الفاردة عام لله يعكروا صفه وسعادة المصريين بالإنجازات اللي بتحصل على الأرض لكن إحنا دايما واسقين في ربنا سبحانه وتعالى ثم جهود قيادتنا المخلصة وجيشنا وشرطتنا وبياد تبني وبياد تحمل السلاح فإن شاء الله رجالنا عازمون على اجتساس هذا الإرهاب من مصر وقريبا جدا سنعلن إن شاء الله سينا قالية من الإرهاب بإذن الله مش بس محاربة الإرهاب الحقيقة احنا معانا خبر ريسيات اللي هو بيتكلم عن ضبط عملات أجنبية ألماظ بحوز التشكيل لسرقة مساكن يعني كمان الشرطة الحقيقة ما بتتخلاش عن دورها الرئيسي في إحلال الأمن في الداخل الحقيقة مدان معاركة الأمن مدان مفتوحة ومتشعب بنحارب الجريمة المنظمة اللي عبرها القارات بإعلاوها على الإرهاب بإعلاوها على الدرائم الجنائية الموجودة زي اللي احنا بنشوفها دي وده كله كان من ضمن استهداف لأن بعد 25 يناير تحديد سوفنا قد يستهدف الشرطة عشان يعملوا إسقاط لها وبالتالي يبقى في حالة انفلات أمني وتم تغذية بقى تجارة سلاح والمخدرات وغيره لأنه عشان ما يحصل الانفلات الأمنة في البلد يبدأ يدخل الجيش ويبدأ يحصل تعامل بين الشعب والجيش يستقوا بعض زي ما كانوا يحاولوا ويعملوها عن طريق المسيحي ومسلم والتفرقة العقائدية وغيره لكن المدام مفتوحة ومتشعب والشرطة لا تألو جهدا أبلا في محاربة الجريمة أيا كان نوعها جرام الجنائية بعتبرها جرام إرهابية لتقل خطورة عن الإرهاب وبالتالي فإن الجهود موزعة على كل هذه العناصر بحيث إن شاء الله فيه دايما فيه حملات تفتيشية بتقوى على البقر الإجرهابية بالإضافة لها البقر الإجرامية وده بنشوف إنجازات عظيمة على الأرض بإذن الله بشكرك جزيلا شكر سيادة اللواء على إبا يزيد مدير مركز أدرسات الأمنية والاستراتيجية نتابع هذا التقرير حول جهود الداخلية المصرية في ضبط تشكيل عصابي تخصص في السرقات جيل عصابي هو الأكبر والأخطر والأذكى في مجال سرقات المساكن على مستوى الجمهورية من حيث قيمة المصروقات التي تقارب المائة مليون جنيه ما بين مبالغ نقدية مصرية وأجنبية ومجهولات ذهبية وسيارات مصرقة أو مشترى من حصيلة السرقات نشاطه في الأماكن الراقية بالقاهرة الكبرى فبيعطي خياروا الضحية جيدا وبيعملوا تحريات ميدانية بمعرفتهم هما ورصد لتحديد الفيلات أو المساكن اللي هما هيرتكبوا فيها الوقاع بيبان من ملاحظتهم للمكان ورصدهم للمكان أن صاحب الفيلة المجنع ليه ده راجل غني أو راجل أعمال بيحتمل أن يحتفظ بمبالغ نقدية ومصروقات ذهبية في سكن عناصر التشكيل دائم التنقل لمختلف الأماكن على مستوى المدينة ويقوموا باستخدام التقنيات الحديثة في التواصل فيما بينهم أمكن تحديد هوية عناصر التشكيل العصابي والمكاوم من خمسة أشخاص وتم إعداد عدة مأموريات متزمنة لضبط جميع أفراد التشكيل في ذات الوقت بأماكن اختبائهم التي تم تحددها مسبقا بمناطق العبور وذلك باستخدام المرأبات وتم ضبطهم بالكامل وضبط المسروقات بالمبالغ مالية وعملات أجنبية ومشغولات ذهبية وألماظ والسيارات قاموا بشراءها من متحصلات سرقتهم والسيارات مبلغ بسرقتها وتم ضبط الأسلحة النارية التي بحوزتهم والأدوات المستخدمة في ارتكاب جرائم السرقات الوصول إلى عناصر هذا التشكيل كان نتاج تعاون بين أجهزة البحث الجنائي بجميع أقسام مدريات أمن القاهرة إلى أن تم الضبط تميزت تلك المأموريات بالتعاون وتفعيل العمل الجماعي بين رؤساء مباحث أقسام القاهرة الذين شاركوا جميعهم في عمليات البحث والضبط لأفراد التشكيل بالكامل والمسروقات رغم شدة خطورته المتهمين ارتكبوا وقاع في أغلب القطاعات وفي الجيزة وفي الأليوبية فرق البحث كانت معمولة في كل قطاعات القاهرة وتم تبادل المعلومات فيما بيننا وعن طريق التنسيق بين المعلومات اللي وردت لفرق البحث أم كان تحديد شخصية الجنائي وتم توجيه مأمورات مشتركة ما بين القطاعات لضبط كل عناصر المتهمين المتهمة وضبط المسروقات بإرشادهم سواء مبلغ النقدية أو مسروقات زهبية أو أسلحة أو سيارات مبلغ بسرية أو سيارات متحصلة من وقاع السرقات تم تحديد شخصية المتهمين في إحدى الكاميرات أثناء سرقتهم لأحد الفلا البنطية القاهرة الجديدة وثم بعد ذلك اتبعنا خط سير الكاميرات وصولاً للكشف عن المتهمين قضية تؤكد على أهمية عدم الاحتفاظ بمبلغ مالية كبيرة داخل المساكن لأن ذلك يمثل مطمع لمثل هذه العناصر الإجرامية التي ترصد وتخطط لارتكاب جرائمها هذه كانت مجموعة أخبارنا حوارنا مباشرة بعد متابعة هذا التقرير ومجاز الأنباء عن الجداول الزمنية المختلفة للانتخابات الرئاسية والتي أعلنت بالأمس من الهيئة الوطنية للانتخابات مع ضيفي الكريم الدكتور محمد الزهبي أستاذ القانون الدستوري استعداداً لانتلاقي مارث لانتخابات الرئاسية 2018 رابع انتخابات تعددية تجري في البلاد والثالثة بعد ثورة 25 يناير أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء الانتخابات في الخارج أيام السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر من مارس المقبل وقررت إجراءها في الداخل أيام السادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين من الشهر نفسه تجرى عملية الانتخاب المشار إليها في المادة السابقة وفقاً للمواعيد الآتية خارج جمهورية مصر العربية أيام الجمعة والسبت والأحد الموافق ستاشر سبعتاشر تمنتاشر من مارس الفين وتمنتاشر داخل جمهورية مصر العربية أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافق ستة وعشرين سبع وعشرين تمانية وعشرين من مارس الفين وتمنتاشر وأوضحت الهيئة أن إعلان النتائج الأولية للانتخابات سيكون في الثاني من أبريل المقبل على أن تعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو للطعون في قرارات اللجان العامة إن وجدت يوم تمانية وعشرين أربع عالفين وتمنتاشر الحادي والثلاثين البت في الطعون المقدمة أمام اللجان العامة ولجان الانتخاب بالخارج يومي تسعة وعشرين وتلاتين أربع عالفين وتمنتاشر الثاني والثلاثين إعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية يوم واحد خمسة الفين وتمنتاشر ولضمان الحياد خلال العملية الانتخابية أهابت الهيئة بكافة المؤسسات الإعلامية والصحفية لالتزام الكامل بالحياد حيال المرشحين ونناشد المواطنين ومؤسسات الإعلام والصحافة توخي الحزر في قبول أو نشر أي أخبار عن الهيئة إلا ما يصدر عنها بصفة رسمية وبعد الإشارة لمصدر الخبر بصورة واضحة دون تجهيل وتؤكد الهيئة أن الانتخابات الرئاسية تعد من أهم مظاهر الديمقراطية التي يحلم بها المصريون ترحب بكم مرة تانية في من القاهرة إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات للجداول الزمنية المختلفة لانتخابات الرئاسة القادمة مع ضيفي الكريم بالنقد والتحليل الدكتور محمد أزهبي أستاذ القانون الدستوري والمحامي بالنقد برحب بحضرتك يا دكتور أهلا بحيث لكم بالسادة المشاهدين الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت جداول الزمنية في البداية قبل تفنيد هذه الجداول والمواد المختلفة التي تحدثت عنها الهيئة نتحدث عن هذا الكيان الجديد الهيئة الوطنية للانتخابات في حد ذاتها نعم كيانها هيكلها ما ستضيفه للعملية الانتخابية القادمة هي حقيقة استحقاق دستوري مهم جدا لأنه طوال الانتخابات المصرية سواء كانت انتخابات رئاسية أو برلمانية كان دائما بينادي كثير من السياسيين ورجال القانون بإنشاء هيئة وطنية للانتخابات تشرف على كافة الانتخابات يعني كل مهمتها الأساسية هي الإشراف على الانتخابات لأنه كان دائما فيه نقد لو السلطة التنفيذية لأشرافت على الانتخابات ودايما الحديث عن أن هناك تزوير ولذلك تم اللجوء إلى السلطة القضائية وإشراف السادة القضاء على الانتخابات على أساس يبقى فيه ثقة في الانتخابات ومصدقية فكان دائما القضاء بيشوفها على الانتخابات لكن كثير من الرجال القانون وأنا شخصيا منهم كنت بقول أنه مش ده دور القضاء يعني القضاء هو دوره أن يفصل في خصومة أو منازعة دور المنصة ما يجبش أن نحن نشغل القضاء في إجراءات إدارية وإشراف على أعمال إدارية وهي في حقيقة الأمر مرتبطة بالنحية السياسية ولا يجب أن ندخل القضاء في المعترك السياسة ولذلك في بلاد كتير قوي سبايتنا زي الهند زي جنوب إفريقيا زي المغرب عندها هيئة بذات المسمى أو بمسمى آخر أن دي هيئة مستقلة لها صلاحيات قانونية ودستورية بتقدر من خلالها تشرف على عملية انتخابية من بدايتها كافة الإجراءات السابقة والممهلة لعملية انتخابية من القيد في الجداول تأسيم الدوائر الدعاية الانتخابية تنتح القوائم نعم إلى العامية انتخابية نفسها بمعنىها الفني الدقيق من اقتراع لهو التصويت فرز إعلان للنتيجة ده كان دايما كل السياسيين ورجال القانون بينادوا بالهيئة دي وهي الحقيقة حلت محل لجنة الانتخابات الرئاسية ومحل لجنة الانتخابات البرلمانية يعني دور الهيئة الوطنية انها هتشرف على الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية وانتخابات المحليات ده الدور الاساسي تشكلها من عشرة من أعضاء الهيئات القضائية يعني نواب رئيس محكمة النعو رؤساء الاستئناف مجلس الدولة نيابة الإدارية بيغلب عليها الطابع القضائي في التشكيل عندها ده مجلس الإدارة لكن في الجهاز التنفيذي اللي بيشرف على العملية الانتخابية نفسها من القضاء من موظفين بنتمنى ان في المستقبل ان يكون تواجد القضاء لان القضاء ايضا حتى في ظل الهيئة الوطنية الانتخابات للأسف هيشرفوا على اللجان الفرعية واللجان العامة نتمنى بقى ان النموذك نطبقه بالكامل انه في القادم ان شاء الله انه يتم تعيين موظفين تكون مهمتهم ندلهم ذات الصلاحيات ذات الضمانات ان يكون مهمتهم الاشراف على الانتخابات ايا كانت رئاسية برلمانية محلية والقضاء يتفرغوا للقضاء لان احا دايما بنطالب بالعدلة الناجزة فمش عايزين نشغل القضاء بالانتخابات لكن هي خطوة جيدة وحيشفنا قراراتها اصدرتها تسع قرارات بشأن انتخابات الرئاسة فيها دقة وفيها انضباط في كل قرار صادرية طيب حضرتك هاتف اندلنا القرارات اللي صادرت عن الهيئة نبتدي بالجدول الزمنيه نعم سواء فيما يخص فترة التقدم للترشح الضوابط الخاصة بكل مرشح اذا ما وجد التقدم لانتخابات الرئاسة وايضا فيما يخص الموعيد للانتخاب سواء في الداخل او في الخير نعم هو الحقيقة تسع قرارات صدروا عن الهيئة الوطنية للانتخابات القرار الاول هو قرار دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية دول الناخبين المقيدين في الجداول حتى 8 يناير تم دعوتهم للانتخابات الرئاسية ده او القرار القرار الثاني هو بشأن الجدول الزمني للعملية الانتخابية الانتخابات الرئاسة الجدول الزمني والاجراءات القرار الثالث ده بشأن اجراءات التصويت للوافدين يعني الاشخاص اللي هو مقيم في محافظة غير محافظة اللي ابتأتوا عليها فأيضا ده قرار كان مهم جدا القرار الرابع خاص بشروط الترشح شروط واجراءات الترشح للعملية الانتخابية المرشحين اللي يتقدموا ايه المستندات المطلوبة ايه الاجراءات المطلوبة قرار اخر بشأن توقيع الكشف الطبي على المرشحين ايه في ايضا ثلاث قرارات مهمين جدا صدروا عن الهيئة الوطنية الانتخابات الاول بشأن عدد واجراءات الحصول المرشحة على اصوات او تأييد الناخبين ايه في شروط الترشح خلينا نتكلم عليها شوية دكتور محمد نعم 25 الف توكيل من 15 محافظة او بحد ادنى بحد ادنى الف توكيل في كل محافظة او 20 عضو من مجلس النواب النواب دي لها قرار مستقل برضو تزكية بقى يعني هنا تأييد ال 25 الف ايهما تأييد مش لازم لكم ايهما طبعا يا ال 25 الف ناخب يا 20 عضو من اعضاء المجلس النواب في قرارين حياة مهمين ايضا برضو صدروا عن الهيئة الوطنية الانتخابات قرار الاول بيتحدث عن ضوابط واجراءات التغطية الاعلامية واستخدم تعبير التغطية حتى لا يكون فيه تدخل في سئل عملية انتخابية له مجرد انك بتنقل ما يحدث داخل اللجان ما يصدر من قرارات من الهيئة الوطنية الانتخابات دون تأثير على الهيئة الوطنية الانتخابات فذكر كلمة تغطية وده تعبير حقيقة دقيقة ومنضبط جدا ايضا فيه قرار اخر صدر بشأن متابعة يعني كان برضو فيه دقة في القرار متابعة منظمات المجتمع المدني المصرية والاجنبية والدولية للانتخابات الرئاسية وحدث تنظيم في القرار ده ايدا يعني كل القرار من القرارات التسعة اللي انا ذكرتهم فيه تنظيم لموضوع القرار ما تحدثت حضرتك بشأنه هو الجدول الزمني او الشروط طيب احنا خلينا نحط نفسنا امام العملية الانتخابية نفسها وهنبدأها من الترشح نعم ماذا لو لم يكن هناك اكثر من مرشح للانتخابات الرئاسية هو الحقيقة السؤال ده انا شخصيا بتسئله كتير قوي انه الناس شايفة ما فيش حد اعلن انه حيرشح نفسه وما فيش حزب اعلن ما فيش برنامج تقال يعني فيه قلق لدى المواطن في الشارع انه وبيسألوني السؤال ده هو هل هتتم الانتخابات لو ما فيش مرشح نزل غير مرشح واحد او لو فيه مرشح نزل ثان امام الرئيس السيسي والمرشح ده تنزل ايه الحل هل هتوجد الانتخابات ولا هيبقى الموضوع بالتزكية وما فيش انتخابات لا الحقيقة القانون الانتخابات الرئاسية اذكر المادة تلاتين نظمت هذا الامر وانه في حالة وجود مرشح وحيد للانتخابات الرئاسية او تنازل المرشحين الاخرين فاصبحنا ايضا مرشح واحد في الحالة دي تجرى الانتخابات الرئاسية ولكن شرط نجاح هذا المرشح الوحيد ان يحصل على 5% من اصوات الناخبين اذا لم يحصل على 5% من اصوات الناخبين الهيئة الوطنية الانتخابات تعيد فتح باب الترشيح من جديد فاذا لا احنا الجدول الزمني اللي اعلنت عنه واعلن عنه من قبل الهيئة الوطنية الانتخابات سيتم تنفيذه لانه احنا ما عندناش فكرة انه مرشح ينجح بالتزكية وطبعا احنا ودعنا فكرة الاستفتاءات اللي هي بدأت من 52 وحتى 2005 يعني دي بالمناسبة نذكر المشاهد وانفسنا انه احنا الان اصبحنا دي رابع انتخابات يعني اول انتخابات رئاسية تجرى بالاقتراع السري العام المباشر كانت 2005 وكان فيه اكتر من مرشح موجود يعني كان رئيس مبارك كان الدكتور نعمان جمعة كان ايمان نور واخرين انتخابات تانية كانت 2012 وطبعا انتخابات دي الشهيرة اللي كان فيها الفريق شفيق الدكتور مورسي السيد حمدين صباحي السيد عمر موسى واخرين يعني والانتخابات الرئاسية الاخيرة اللي فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السريسي باكتساح كان منافس لي السيد حمدين صباحي يعني مصر دي رابع انتخابات رئاسية مصر تعرفها والحقيقة انا يعني بدعو بدعو الناخبين انه احنا في كل انتخابات بمحطة من الرقم السابق يعني احنا لكل انتخابات القادمة وبنكتسب خبرة الحقيقة نعم امام المجتمع الدولي يعني احنا يزيد عدد الاشخاص اللي بنزلوا يضلب اصواتهم سواء خارج المقيمين خارج مصر او داخل مصر يعني انا بناشد المواطنين حقيقة لانه احنا برضو في معركة مع الارهاب يجب يجب ان احنا نكون بنعي ان المجتمع الدولي حيكون عيونه بالكامل علينا هو اي انتخابات رئاسية في العالم بيتم متابعتها من كل العالم لكن في مصر انا اعتقد انه هيبقى المتابعة اكثر فانا بدعو الناخبين ان احنا نحطم الرقم اللي سبق ان احنا عملنا في انتخابات 2012 والانتخابات الاخيرة اللي فاز فيها رئيس سيزا سقف الدعاية الانتخابية حضرتك شايفوه زي والله هو قافة الانتخابات المصرية سقف الانفاق هو 20 مليون هو نص القانوني بيتحدث عن 20 مليون ده الحق لكل مرشح و5% فقط تكون نسبة التبرع احنا يمكن النصوص دايما المتعلقة بقواعد الدعاية الانتخابية وحملات الانتخابية في تاريخ مصر حقيقة دايما ده الجزء اللي بيحدث فيه اختراق دايما يعني ما بنتبقش النصوص القانونية بشكل حازم يعني شفنا ببعض الانتخابات اللي تقال عنها انها كانت انتخابات عظيمة قبل هي 2012 ماس انا بشوف انها وفقا للمعايير الدولية هل يمكن انتخابات جيدة لانه كان الدعاية الدينية كانت بتتم تم تجاوز حد الانفاق من كافة المرشحين وبالتالي يعني انا بشوف انه لو طبقنا قيم الديمقراطية طبقنا معايير الدستورية الدولية القانونية القضائية هل لا انها برضو كانت انتخابات معايبة لانه بيحصل دايما تجاوز مش في حد الانفاق فقط لا في كل انواع الدعاية يعني ما قبل في انتخابات 2005 بيتم تسخير سواء برلمانية او رئاسية في الفترات دي كان الموظفين الدولة اوتوبسات الدولة يعني فيه الدعاية الانتخابية الانتخابات اللحقت كانت انتخابات يغلوا عليها الطابع الديني يعني تصويت كان تصويت ديني طائفي مذهبي يقولي عليه التجاوزات ان وقعت الهيئة الوطنية ممكن تتعامل مع هذه التجاوزات فيه قانون بينظم هذا الامر وده دور اساسي الهيئة الوطنية للانتخابات تستطيع انها تاخد اجراء فيه جزاء جنائي يعني هي الكيانة المراقم نعم لكل ما ذكر والمحكمة الإدارية العليا يعني يعني لو انه فيه تجاوز لحد الانفاق فيه تجاوز في الدعاية نفسها انها تمت بالمخالفة للقانون وكان فيه تأثير على العملية الانتخابية ان يكون هناك طعن انتخابي يقدم الى اللجنة الهيئة الوطنية الانتخابات او يقدم الى المحكمة الإدارية العليا لان هم الجهتين الحقيقة لهم الحق في نظر الطعون اللي فيها تجاوز في العملية الانتخابية لكن ساعد بيبقى سقف الانفاق مش متحكم فيه المترشح بيكون فيه جزء مجمالات جزء شق دعائي من يعني من بعض الجهات مثلا عايزة تدعم مرشح على حساب المرشح الآخر ازاي يتم للضبط هو في العالم نصوص عندنا موجودة انه لازم يبقى فيه حساب بنكي وفيه مرائب للحملة الانتخابية واي مبلغ بيتم انفاقه لازم يخش الاول حساب البنكي وبعدين تقدم الفواتير انت انفاقته فيه عشان يتم ضبط المسألة الواقع العملي اتمنى ان في وجود الهيئة الوطنية الانتخابات ان احنا نشوف الامر ده يعني انا اتمنى بشكل شخصي لانه نصوص موجودة وكنا بنشوف دايما العيب الاساسي في الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية دايما كان هو مسألة الدعاء الانتخابية يعني خلاص لم يعود التزوير بمعناه التقليدي انه نشوف تصويت شخص متوفي نشوف انه فيه تزوير في البطاقات التصويت ان البطاقة مش عارفة الدوارة لانه خلاص بقى قادي جوه اللجنة الفرائية على كل صندوق وفي اللجان العامة فما بقاش فيه التزوير بالمعنى اللي كنا بنشوفه في السابق لا داخل العملية الانتخابية نفسها تصويت او فرز او اعلان النتيجة مفيش مشاكل خالص مفيش تزوير لكن هي المسألة تحديدا في الدعاء الانتخابية انه الخروقات كلها بتتم في الدعاء الانتخابية وشفنا حتى في انتخابات البرلمانية السابقة هي كان ايه اوجه الانتقاد الرئيسية انه بيلاقي مرشح صرف رقم ومرشح تاني هنا خلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص مئة بالمئة انه شخص عنده القدرة ان يصرف 20 مليون وشخص اخر بيلتزم بنص القانون او ما عندهش القدرة انه يدفع الرقم ده فبيصرف الرقم للقانون انا عليه ده بشوف انه يعني في النظم بقى المقارنة بشوف المجلس الدستوري بيبطل العضوية يعني انا في تقديري في الانتخارات البرلمانية او غيرها لو احنا ابطلنا عضوية يعني تصدق محكمة الادرية العليا وابطلت عضوية عضو نجح بانه تجاوز حد الانفاق او انه كان فيه خروقات واضحة جدا للمحظورات في الدعاية الانتخابية انه كان التصويت بيتم فيه حديث عن الدين يعني لا هنا ابطلنا عضويته اش تكرر تاني زي ما قضينا على مسألة التزوير في التصويت او الفرز او اعلان النتيجة اتمنى وانا شفت حياتي تصريحات لا اعتقد نائب رئيس الهيئة الوطنية الانتخابات انه تحدث تحدينا على الدعاية الانتخابية يعني انه حيكون فيه قواعد تطبيق للقانون ويكون فيه اجراءات حقيقية للمسألة لكن بشكل عام يا دكتور حضرتك شايف من مدة بداية الترشح لحين ظهور النتائج نعم بخصة بالانتخابات هل المدة تكفي للمترشحين ان يتقدموا بأوراق ترشحهم ان يتم الكشف الطبي السلامة من الناحية الزهنية والبدنية الصحيفة الجنائية لكل مترشح كل النواحي والضوابط دي مدة زمنية تكفيها هي المدة جيدة جدا والهيئة الوطنية الانتخابات هو النص الدستوري بتحدث عن انه الانتخابات تجرى قبل انتهاء مدة الرئاسة هي مدة الرئاسة اربع سنوات ايه 120 يوم ده النص الدستوري بتحدث عن هذا وانه يتم اعلان نتيجة الانتخابات قبلها بشهر ده النص الدستوري مفروض المدة تخلص في يونيو ده على الاقل بس هي يعني 120 يوم على الاقل فكون الهيئة الوطنية الانتخابات راعت الامر ده وبدأت الانتخابات قبل الثلاث شهور يعني قبل 120 يوم انا اعتقد انه ده كان تقدير جيد جدا والجدول الزمني انا شايف انه مناسب جدا والحقيقة مدروس بشكل علمي وراع الظروف شهر رمضان انه ما تكونش الانتخابات شهر رمضان والموعيد منضبطة يعني يعني بداية من فتح باب الترشح للمرشحين هي ده على انتخابات خلاص احنا قلنا 8 واحد لكن بتبدأ من 20 واحد لأول مايو دي الفترة الزمنية اللي هتم فيها الانتخابات بداية من فتح باب الترشح والتقدم بأوراق الترشح وما يستدبعها من اجراءات بقى تظلمات استبعاد فتظلم فطعن محكمة قدرية لحد مايطلع القرار النهائي بالقيمة اللي هتنزل الانتخابات سواء اتنين او تلاتة او شخص اللي هيخوضوا الانتخابات الرئاسية بني يبدأ الانتخابات 16 تلاتة دي الانتخابات تلات ايام يعني انتخابات المرار الحقيقة جاينة تلاتة في الخارج في الخارج تلاتة ايام وستة وعشرين تلاتة في الداخل في الداخل ده وقبل ذلك في مدد فترة الصمت قد ايه فترة الصمت هتبقى قد ايه هي في اقل من شهر يمكن انا يعني البرنامج الزمني انا من اربعة وعشرين اتنين لتلاتة وعشرين تلاتة ده دي الفترة اللي هي ان شاء الله هتكون فترة الدعاء الانتخابية دي مهمة قوي اربعة وعشرين اتنين لتلاتة وعشرين تلاتة اللي هي الاخين اجراء الانتخابات في الداخل نعم لان الانتخابات احنا قلنا ان هي هتكون هتبدأ ستتاشر وسبعتاشر وطمنتاشر دول تلاتة يعني الاعادة ايضا موعدة في ابريل محددة للمصيم في الخارج تلات ايام ايضا وللمصيم في الداخل تلات ايام وفي الاعادة بيسبقها دعاية فترة الحاملة الانتخابية هو الجدول انا شايف انه راعة ان المدة تبقى مناسبة جدا للدعاية الانتخابية في سرعة في التظلمات في نظر التظلمات او نظر الطعون اهام محكامة الادرية العليا يعني المواعيد نفسها علشان ما يبقاش فيه مرشح موجود لذال فيه طعن او تظلم او طعن اهام محكامة الادرية العليا هو بيخوض الانتخابات وبالتالي نبقى في مأزق دستوري لا بيتم حسم الامر قبل اعلان القايمة النهائية وقبل اجراء الانتخابات فالجدول الزمني انا شايف انه راعة كثير من الانتقادات اللي وجدت في الانتخابات الرئاسية السابقة انا بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذا الحوار وهذه الرؤية التوضحية الدكتور محمد الزهبي استاذ القانون الدستوري والمحامي شكرا ألو شكرا اشكركم على المتابعة في الفقرة الاولى في من القاهرة الفقرة التالية تتحدث معكم عن مشروعات تقوية للطرق والكباري تم افتتاحها بالامس سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي قام بافتتاحها عبر الفيديو كونفرنس نتحدث عن أثرها المختلفة على الاقتصاد المصري مع ضيفي الكريم بعد لحظات في هذا الحوار الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة النقل والطرق المرور بجامعة عين شمس امتلاقا من كون شبكات الطرق والكباري هي الأداة الأولى والأساسية لأي تنمية مستدامة يأتي افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية الكبرى بمدينة العاشر من رمضان ومن ضمنها المشروع القومي للطرق عبر الفيديو كونفرنس وخلال افتتاح المشروعات أكد وزير النقل هشام عرفات أن إجمالية الاستثمارات في مشروعات الطرق والكباري التي تم إنجازها خلال الثلاث سنوات الماضية بلغ 22 مليار وخمسمائة مليون جنيه من ضمنها المشروع القومي للطرق بتكلفة 12 مليار وثمانمائة مليون جنيه وأشار إلى أنه تم تنفيذ 15 كبري على النيل خلال 6 سنوات موضحا انخفاض نسبة الحوادث بنحو 26% مع تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من المشروع القومي للطرق وفي هذا الإطار شدد الرئيس السيسي على ضرورة سرعة الانتهاء من مشروعات الطرق لحماية المصريين من الحوادث لما نتكلف النقطة دي نقول إحنا ليه قلنا الوسطة دي لازم تخلص لأن دي أعلى نسبة خسائر أو حوادث في مصر على الإطلاق مش كده وبالتالي كلما حنخلصها بسرعة أنا بقول كده عشان الشركات اللي شغالة تعرف إنها حلما حتخلص هتحافظ على العروح المصريين وقال لتخفيف الأعباء عن المواطنين وجه الرئيس السيسي بعدم استلام الطرق من الشركات المنفذة إلا بعد إعادة تلك الطرق إلى أصلها الطريق يخلص الشركات ما تخرجش منه ما تخدش مستخلصتها اللي ما يكون يقضبوا الطريق وجهزوه نظفوه أنا بأتكلم أجناب الطريق أنت اشتغلت وخلصت حالك مش بس اللي في النص لا طب نرجع الشيء لأصل لو سمحت عادة الجزء اللي انتو حاطين فيه عادة أو المنطقة اللي حدستكمل الشغل بتاعها ويؤكد الخبراء أن مشروعات الطرق تهدف لتخفيف العبء عن المواطنين وتقليل الوقت المستهلك فيها لأقل من الثلث وفي نفس السياق أوضح البعض أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في الحد من الحوادث نظرا لإنشائها وفقا لمعايير دولية من حيث الإضاءات والإرشادات وأكد آخرون أن مشروعات الطرق تعد بمثابة شرائين جديدة للتنمية بما يؤدي لخلق تنمية عمرانية متكاملة في المناطق الجديدة موسيقى موسيقى مرحب بضيفي الكريم مع دكتور حسن مهدي أستاذ هندسة النقل والطرق والمرور بجامعة عين شمس مرحب بحضرتك موسيقى 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 وحديثنا عن مشروعات الطرق القومية وما تم افتتاحه حتى اللحظة التي نتحدث بها تمام تعقيبك من وجهة النظر الهندسية والفنية على هذه الطرق وهذه الشبكة الجديدة في مصر طبعا الطرق ومشروعات النقل بشكل عام هي قطيرة للتنمية في شتى النواحي سواء تنمية عمرانية أو تنمية صناعية أو حتى تنمية زراعية أو سياحية لا بد من أن يكون هناك شبكة من البنية الأساسية القوية حتى نستطيع أن نسير في التنمية المستدامة بكافة صورها الدولة أخذت على عاطقها من منتصف 2014 في مواجهة مشكلتها بشكل جذري وبناء عليه تم وضع تصور لشبكة من المواصلات تشمل محاور جديدة للطرق لخدمة مشاريع التنمية المستدامة وهذه الطرق تم دراستها بعناية اشترك في تنفيذها ثلاث جهات الهيئة الهندسية القوات المسلحة ووزارة الإسكان ووزارة النقل وكل جهة من هذه الجهات السلاسة قبل بلاء حسنا في هذه الفترة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة إضافة المهندسين العسكريين حياة شركة دائمة مع الشركات المدنية والحكومة ليس فقط في بناء شبكة الطرق الجديدة ولكن أيضا في صيانة واعادة تأهيل أجزاء من الشبكة القائمة لهم منا كل التحية والإجلال لما بزلوهم المجهود في هذا المشروع سواء في إنشاء طرق جديدة أو صيانة الطرق القائمة وكذلك في إنشاء أنفاء أسفل قناة السويس القائمة والجديدة وهذه الأنفاء ستغير من شبه جزيرة سيناء إلى الأفضل طبعا لسهولة الربط وتقليل زمن نقل المواد الخام وبالتالي تعجل من معدلات التنمية المستدامة في هذه المنطقة وإن شاء الله في منتصف 2018 سنشهد سيارات تستخدم هذه الأنفاء الجديدة وبالتالي تحل أزمة قائمة من انتظار الشاحنات على المعديات بالأيام ستتم الرحلة في خلال دقائق معدودة من خلال هذه الأنفاء على وعلى بعض المشروعات التي قامت بها الدولة من خلال المشروع القومي لفك اختناقات مزمنة نذكر منها شبرى بنها اللي هو يعتبر حل جذري للاختناقات المرورية الموجودة على مداخل طريق القاهرة الأسكندرية الزراعي اللي بيعد شريان الحياة للمحافظات الدلت طبعا رابط محافظات كتير صحيح مظبوط ولا يوجد له بديل يعني ما نقدرش نقول أن الطريق الصحراوي بديل لي لكن هو لا يوجد له بديل وكان إنشاء طريق شبرى بنها يعني حل جذري لمشاكل مزمنة هذا الطريق تكلفته الإجمالية تلاتة ونص مليار جنيه مصري وطوله أربعين كيلو وبيختصر زمن الرحلة من ساعة ونص إلى حوالي خمسة وعشرين دقيقة ومكوم من أربع حراط لكل اتجاه وهو أول طريق زراعي حر ويعني بجودة عالية وبيعني تقنية عالية في الإنشاء هذه اللقطة اللي أنا عايز أتكلم فيها يا دكتور المعايير المطبقة في هذه المشروعات وهذه الطرق تحديدة كم كبير جدا من الافتتاحات للطرق مش بس اللي بنتكلم عليها مبارح لكن على مدار الأربع السنين اللي فاتت مظبوط وكمان دايما سيادة الرئيس بيبقى حريص إن هي تكون كاملة الخدمات مظبوط وموافقة للمقييس العالمية صحيح وفيها الجزء الخاص بالخدمات الصيانة كمان والطوارئ أو حتى في البوابات اللي بتقول مين اللي بيستقل الطريق وبياناته يعني خلينا نبدأ من حيث الجزئية الخاصة بالجودة في الإنشاء يعني إحنا بنلتزم بالمعايير العالمية في إنشاء هذه الطرق وسواء إذا كان فيه الاتساع الخاص بالطريق وعدد الحراط وكمان مواكبة الزيادة السكانية والزيادة المضطردة في حجم الرحلات على هذه الطرق على وعلى ذلك الجودة في مواد إنشاء الطريق والاختبارات اللي بتتم عليها والتأكد من صلاحية الطريق قبل افتتاحه وهذا الكلام يعني أعلنوا سيادة الرئيس أن لا يوجد افتتاح لمشروع قبل أن يأتي تقرير من الجهات الرقابية اللي بتشمل الرقابة الإدارية وبعض الكليات الحكومية ومنها الكليات الفنية العسكرية للتأكيد على أن هذا الطريق لا يوجد به ملاحظات فنية تمنع دخوله في الافتتاح بعض المشروعات تأجل افتتاحها بسبب بعض الملاحظات اللي كان لازم إنهائها قبل الافتتاح وهذا يؤكد أنه لا يوجد تهاون في الجودة والفكرة مش في كم بالضبط يعني في ناس كتير بتقول طب اختصار الوقت ده ما بيأثرش على الجودة لا هو ما بيأثرش لأن هناك جهات محيدة تقوم بأعمال مراقبة الجودة في جميع مراحل المشروع وإبداء الملاحظات الفنية للقائمين على التنفيذ لأخذها في الاعتبار قبل افتتاح المشروع فيما يخص الصيانة ده أنصر مهم جدا الدولة أنفقت في قرابة الأربع سنين الماضية ما يقارب من 84 مليار جنيه في إنشاء شبك الطرق جديدة وهذه الطرق تعتبر صروة وتعتبر شرعيين للتنمية المستدامة زي ما قلت ولا بد من الحفاظ عليها والحفاظ عليها يأتي بأننا أعمل الصيانة المطلوبة في الوقت المطلوب علشان ما نوصلش إلى تكلفة عالية في الصيانة إذا أهملنا أو تقعصنا أو تأخرنا في أعمال الصيانة إحنا بس عايزين ننوه إن إحنا عندنا العنصر الأساسي في موضوع الصيانة واللي الدولة وغضى على أعطقها إصلاحه هو موضوع الحمولات الزيادة الموجودة على الطرق بسبب إننا عندي النقل سقيل النقل والنقل التقيل لأن أنا ما عنديش بدائل للنقل في الوقت الحالي لكن يمكن سمعنا في أثناء الافتتاح وزير النقل تحدث عن إصلاح منظومة السك الحديد وأن هناك جهود ملموسة في إدخال قطاع نقل البضائع إلى سابق عهده في إنه هو يكون شريك للنقل البري في نقل البضائع والمواد الخام على مستوى الجمهورية وبالتالي أقدر أمنع الحمولات الزيادة ولا أحصل رسوم نتيجة للحمولات الزيادة لأن ما يتم تحصيله من غرامات أو رسوم لا يكفي لصيانة الطرق أصلا وبالتالي الحل في منع الحمولات الزيادة ووجود بديل آخر يستطيع أن يساهم في نقل البضائع وهو نقل البضائع بالسك الحديد ويمكن تعديل قانون السك الحديد تم الموافق عليه في مجلس الوزراء وسيُعرض على مجلس النواب في دورة الإنعقاد الحالية وذلك التعديل يسمح للقطاع الخاص بالدخول كشريك لهيئة السك الحديد في قطاع نقل البضائع وفي قطاع نقل الركاب وإذا حدث ذلك فسيكون هناك طفرة في نوعية الخدمة المؤداء وكذلك في تخفيف الحمولات الموجودة على الطرق الدولة بتصرف ما يقارب من سبع مليار جنيه في سيانة شبكة الطرق القومية سنويا لو أنا منعت الحمولات الزيادة في السيانة في السيانة بالسبع مليار ممكن أقلل ده لو أنا وصفت لو أنا شغلت السك الحديد في نقل البضائع ومنعت الحمولات الزيادة السبع يبقوا اتنين يبقى أنا كأن الخمسة مليار اللي أنا وفرتهم دول يعتبروا خلينا نسميهم دعم للسك الحديد بس أنا أدعمه علشان يشيل معي الحمولات الزيادة الموجودة وبالتالي الدولة تستفيد والمواطن يستفيد من أن الطرق دي تفضل بشكل جيد لأطور فترة ممكنة وبأقل تكلفة سيانة وهذا ما نصبه إليه إحنا أنشأنا شبكة طرق قوية رابطت المجتمعات العمرانية وربطت محافظات الجمهورية وكان لها جدوى في التنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والسياحية كمان لأنه كان في بعض الطرق مثلا طرق اللي اتعملت في جنوب سينة لخبمة أغراض السياحة زي طريق ودي واتير ونوية بعدها وسعال كاترين وبعض الطرق اللي تخدم بعض المزارات السياحية تم تطويرها وبعضها تم إنشاءها بشكل جديد عيون موسى شرم الشيخ بيخلي المسافة إلى جنوب سينة في حدود ثلاث ساعات ونص أربع ساعات وده يشجع السياحة الداخلية أو حتى السائحين اللي بينزلوا في القاهرة يقدروا بشكل ثالث يوصلوا إلى المناطق المزارات السياحية في جنوب سينة عندنا كمان الطرق اللي بتخدم أغراض التنمية الزراعية نذكر منها على سبيل المثال طريق ديروت الفرفرة أنشأته وزارة الإسكان بطول 285 كيلو وده بيربط محافظة أسيود بمحافظة الوادي الجديد بمنطقة الفرفرة وبناء عليه تم استصلاح ألاف الأفدنة وزراعتها بأحدث أنظمة الزراعة ويمكن سيادة الرئيس حضر موسم الحصاد الأول في منطقة الفرفرة وهي منطقة يعني خاصبة للاستثمار الزراعي وبالفعل هناك العديد من مشروعات التنمية الزراعية اللي تبنت على أساس وجود شبكة من الطرق لو ما كانش فيه شبكة الطرق ما كانش قطرة التنمية نظبط يا فنميب أنا عشان أعمل تنمية لازم أننا أعمل شبكة مواصلات بشكل عام ليس فقط الطرق يمكن سمعنا عن القطار المقهرب لربط العاصمة الإدارية الجديدة بباقي المدن الجديدة زي البدر والشروق والعبور والعشر من رمضان بطول حوالي 52 كيلو وده هيؤدي إلى تخفيض الزحام المروري واستيعاب عدد أكبر من المواطنين المستخدمين أو القائمين في هذه المدن ويصرع من عجلة التنمية في المدن الجديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة كذلك الحال هناك توسعات في مدينة السادس من أكتوبر وإنشاء المونوريل أو القطار السكايترين أو القطار المعلق لربط السادس من أكتوبر والشيخ زايد بمحافظة الجيزة وبالتالي تيسير الحركة النقل على المواطن في حياته اليومية مما يكون له مرضود على تقليل زمن الرحلة والاستفادة من الوقت المهضر وتقليل الحوادث حضرتك كلمني إزاي شبكة الطرق والمقاييس اللي بتتبع في الطرق إزاي تقدر تقليلي الحوادث؟ يعني إحنا شبكة الطرق اللي أنجزت في المشروع القومي للطرق في خلال الأربع سنين الماضية يمكن نقول من 80% ل 90% منها هي طرق حرة ودي بتصنف أنها من أعلى درجات الطرق من حيث الأمان المروري لأنها معزولة عن أي إشغالات جانبية ممكن تؤدي إلى حدوث حوادث على وعلى أن جميع التقطعات الواقع عليها بيتم إنشاء كباري علوية أو أنفاء حتى الدوران للخلف بيتم باستخدام كباري للدوران أعلى الطريق أو أنفاء من أسفل الطريق وبالتالي فهي مؤمنة وفقا للمعايير العالمية للطرق الحرة والسريعة وبالتالي بتحقق لي أعلى معايير الأمان المروري كلما قلت نقاط الاحتكاك أو بنسميها نقاط التصادم موجودة ما بين حركة المرور وبعضها أو حركة المرور والحركة الجانبية يعني طريق زي طريق اسكندرية الصحراوي الطريق الرئيسي معزول عن الكينات الموجودة على الجنبين وتم إنشاء طرق جانبية لخدمة الكينات الموجودة وتحويل حركة النقل والنقل التقيل علي لتحقيق أعلى درجات الأمان المروري للمرور على الطريق الرئيسي حرة النقل دي بتبقى مهمة آه طبعا خصوصا أن أنا ما عنديش يعني مش بس كمان لعدم إتلاف الطريق لتقليل الحوادث بالضبط كده يعني هو جزء أساسي منها الحوادث زي ما حضرتك قلت وخصوصا أن هذه السيارات النقل السقيل بتكون محملة بحمولة أعلى من الحمولة المسموح بيها وبالتالي هذه القتلة الضخمة لما تتوقف مع الحمولة الزيادة بتؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث كوارث مرورية فلما بنعزلها على طرق منفصلة هذا الكلام بيحقق أمان مروري عالي ويمكن بعض الطرق الجانبية المخصصة لحركة النقل والنقل السقيل تم إنشاءها من الخرصانة بدل من استخدام الأسفلت علشان تكون أقوى وتستحمل الحمولات الزيادة لحين أن يتم تطوير مرفق السكة الحديد ودخوله بشكل فعال في نقل البضاءة لتخفيف العبء عن شبكة الطرق وإنها زي ما قلت لحضرتك لما هجد البديل هقدر أمنع الحمولات الزيادة وبالتالي شبكة الطرق تعيش معايا لفترة أطول وهذا الكلام متبع في كثير من الطرق اللي أنشئها منها طريق السويس الصحراوي تم إنشاء طرق جانبية لحركة النقل والنقل التقيل من تقطع مع الدار الإقليمي حتى مدينة السويس طريق أسيوت الغربي بيطور دلوقتي ويمكن وزير النقل تحدث عنه في الافتتاح وتطوير طريق أسيوت الغربي هيتم برضو إنشاء طرق جانبية لحركة النقل والنقل السقيل وبالتالي بحقق أعلى درجات الأمان المروري وبتقللي معدلات الحوادث ويمكن وزير النقل أشار إلى إن الإحصائيات بتقول إن مع افتتاح هذه الطرق نزلت نسبة الحوادث أو حصل لها نقص بحوالي 26% يعني أنا لما بقلل الحوادث معناها أن أنا بحافظ على أرواح المواطنين التي لا تقدر بسمن بقلل التكلفة التي تتحملها الدولة في إعالة أسر من يتوفى أو يصاب في حادث مروري وبالتالي هناك فائدة وجدوى على الاقتصاد القومي كمان التلوث الطرق لما بقلل من زحام لو كنا بنتكلم على الطرق اللي أنشئت بهدف فك خطنقات مرورية زي شبرى بنها بقلل الإمبعاثات الغازية والتلوث طبعا محور وضو الفرج الضبعة وهذا المحور كمان له بيمتص الكسافة من وسط العصر الدائر الإقليمي كمان اللي هو الدائرة الكبيرة حوالينا القاهرة الفرق من الدائر الإقليمي والدائر الأوسطي في ناس كثير ما بتبقاش عارفة أن الطريق شغال وهي ممكن تستفيد به يعني يمكن يعني بيتبقى مش عارفة هيوصلها فين وزاي أو أن الطريق ده اشتغل فعلي لا يعني هو اللي بيستخدم الطريق مرة أو بعض النشرات المرورية بتوضح برضو أن الطريق ده شغال في المسافة من كذا إلى كذا لكن هو بشكل عام احنا عندنا تلات طرق دائرية الدائري اللي كلنا نعرفه اللي هو أنشئ في التمانينات ده طوله حوالي 104 كيلو ولما أنشئ كانت الكسافات والعدد السكان محدود دلوقتي عدد السكان والكسافات المرورية زادت جدا بقى بارتوا عليه اختناقات فأصبح عليه اختناقات ونسب النقل والنقل التقيل أصبحت بتعمل مشاكل في الطريق الدائري فتم التفكير في إنشاء الطريق الدائري الإقليمي اللي هو طوله حوالي 400 كيلو يعني تقريبا أربع عم سال الطريق الدائري اللي أنشئ في التمانينات وإن شاء الله تعالى باكتمال هذا الطريق سيتم تحويل حوالي من 30% ل35% من حركة السيارات اللي موجودة على الحلعة الأولى اللي هو الطريق الدائري إلى الدائري الإقليمي دون الدخول إلى إقليم القاهرة القبرى وبالتالي سيساهم في حل الكثير من الاختناقات المرورية طريق الدائري الأوسطي هو الحلعة المتوسطة ما بين الطريق الدائري الإقليمي اللي هي الدائرة الكبيرة وما بين الدائرة الصغيرة اللي هو الدائري اللي أنشئ في التمانينات وله جدوى لأنه يقلل من زمن الرحلة دون الدخول في مناطق مختنقة وهو طريق حر جميع التقطعات اللي عليه معمولة بكباري أولوية أو أنفاء وبالتالي لا يوجد عليه نقاط تصادم أو تؤدي الأمان المروري عليه متحقق بأعلى درجة نأمل بس أن نحافظ على ما تم إنجازه القوانين بقى دكتور القوانين موجودة إحنا بس محتاجين السلوك يعني أنا خلينا نتكلم عن السلوك لأن إحنا لما عملنا مثلا الطريق الزراعي الطريق الزراعي كم تساب حوالي مساحات للتوسعات المستقبلية إحنا في غفلة من القانون خدنا الأرض واستولينا عليها بوضع اليد أو باستلاء بدون وغى حقه ولما جات الدولة توسع الطريق ما لقيتش مكان فاضطرت أنها تعمل طريق زي شبرى بينها ده حل جراحي لأن أنا عملت تحويلة خارج الكتل السكنية العشوائية اللي تكونت حوالين الطريق فأنا كل اللي بأموله أن الطرق اللي أنشئت في إطار المشروع القومي أن يتم الحفاظ على المساحة اللي حوالين الطريق دون أن يتم الاستيلاء عليها من وضع اليد أو خلافه وهناك قرار جمهوري كمان إلا بالقانون يعني هو فيه قرار جمهوري أن الأرض اللي حوالين الطرق الجديدة اللي بتتعمل دي ما ينفعش أحد يستولي عليها يبقى فيه حرم بالطريق بالتوسيع في مرح حرمه بعمق كمان كبير يعني القرار كان بيقول 2 كيلو يمين ويسار الطريق دي اللي عايز يعمل مشروع يروح للجهة صحبة الولاية لو عايز يعمل تنمية زراعية يروح لوزارة الزراعة عايز يعمل مصنع يروح لوزارة الصناعة بحيث أن الدولة اللي صرفت 84 مليار في إنشاء هذه الشبكة تستفيد لأن أنا عملت قيمة للأرض اللي كانت قمتها المالية منحفظة بإنشاء هذه الشبكة اللي صرفت عليها مليارات من فلوس المصريين فلا أقل من أن الدولة تستفيد لأن الدولة هي اللي بتمثل المواطن في أن أي حد أو مستثمر أو خلافه يروح للجهة ويتبع السبل القانونية في إنشاء أي مشروع استثماري أو مشروع تنموي والدولة بترحب بذلك بس يكون في خلال الأطر القانونية لأنه أنا اشتغلت في المشروع القومي للطرق وكنت بشوف مناطق عبارة عن جبال لا يوجد بها أي حياة وبمجرد ما الطريق يتشق ويتعمل تلاقي ناس علاقت يفطى أرض ملك فلان وأنا كنت بشوف في مراحل التنفيذ أن هذه الأرض كانت جرداء ولا يوجد بها أي ملكيات فهو بعض الناس عندها شغف أن هم يستولوا على أراضي الدولة والدولة متنبهة تماما لذلك وهناك حرم للطريق سيتم الحفاظ عليه بقوة القانون زي ما حضرتي قلت قانون المرور الجديد كمان فيما يخص بالسلوكيات المرور إن شاء الله تعالى هيورد على مجلس النواب في دورة الإنعاقات الحالية وهيطبق فيه نظام النقاط يعني كل ما هيبتدي يحصل خطأ من الصائق سواء من أول حديث في التليفون السير بدون ربط الحزام إلى المخالفات الجسيمة زي السير عكس الاتجاه وخلافه هيبتدي بالإضافة للمخالفات المالية في نقاط بتتخصم من الرخصة لحد لما تصبح الرخصة غير صالحة للاستخدام وبالتالي أنا أبقى ممنوع من القيادة في هذه الحالة ولابد أن أنا أطلع إجراءات للترخيص مرة تانية وأبتدي من الصفر مرة أخرى وأدخل مدرسة وأتعلم لو كان هذا لأنه في كتير بيسوق عربيات وهم مش ملمين بقواعد القيادة ومعاني اللفتات المرورية بالجديدة والطرق الحرة بالمقاييز بتاعتها وبالسرعات المقررة عليها هل محتاج إعادة نظر في المركبات في مصر؟ لا هو المركبات بتتطور وإحنا بنحاول لما بنجي نطور في شبكة الطرق زي ما قلت الحاكة إحنا بننشئ طرق جديدة وبنعمل إعادة تأهيل وتطوير للطرق القائمة فلما بجي أطور طريق قائم باخد في أعتباري أن السرعات زمان كانت بسيطة لما أنشئ الطريق دلوقتي بنصمم على سرعات بتصل إلى 120 كم في الساعة وبالتالي لازم المنحنيات وعروض الطريق وكل العناصر الهندسية تستوى بهذه السرعات الخدمات زي ما حاك قلت برضو الاستراحات الجانبية محطات الوقود تزويد هذه الطرق وتغطيتها بشبكة المحمول بحيث أن يبقى فيه اتصال مع القائد المركبة لو لقدر الله خصل أي زر في طارق والجديد في الموضوع أن كمان وزارة النقل بدأت تدخل أنظمة النقل الزكية على بعض الطرق في المشروع القاومي الجديد وهذا الكلام يعني أن هناك مراقبة للطريق إلكترونية وأن أي مخالفة تحصل هتكون مسجلة لكن أنا محتاج مركبات أو سيارات مثلا وأوتوبيسات نقل عام بمواصفات تستطيع التعامل مع هذه الطرق يعني ما يكونش كثيرة الأعطال مثلا حاجة بتتكلمي على نوعية المركبة شوف أنا عايزة أقول أن الحوادث عشان تتواكب عشان تبقى حاجة أقدر سهيد لو بنتكلم على الأمان المروري فالحوادث سببها ثلاث حاجات يأما السلوك البشري ومن أحصائيات الجهاز المركزي للتعباء العامة والإحصاء للأسف يعني أن 68% من الحوادث على شبكة طرق سببها الأنصر البشري وإحنا عارفين أن السلوك في شيء من الإنفلات فيه جزء بيعول على المركبة نفسها وده اللي حكت قصدي عربية ما فيهاش نور الإطراض مش سليمة نظام الفرامل مش سليم بتتعطل كتير تطلع الكبري تتعطل أو تنزل النفق تتعطل هذا الكلام يعني في القانون الجديد هيكون له عقوبات لأننا لو عارف أن عربيتي مش سليمة وفيها مشكلة المفروض أننا ما دخلش بيها في مناطق مزدحمة وسبب إعاقة لحركة المرور لأن دي أنها تبقى فيها شيء من التعمد في تعطيل حركة المرور على وعلى أن برضو هيكون فيه مدة للعربية العربية اللي بقى لها 30 سنة المفروض أنها هتمنع من الترخيص في القانون الجديد في المدن وممكن تستخدم في الريف أو في المناطق اللي هي بنسميها الضواحي المدن لكن ما ينفعش أننا أستخدمها في شبكة طرق سريعة لأن الطرق السريعة الجديدة اللي احنا بنعملها لها حد أدنى للسرعة وما أنا ما ينفعش أعمل طريق بسرعة 120 كم في الساعة ويمشي عليه مركبة بسرعة 20 أو 30 هيسبب أعقل حركة المرور وممكن يسبب حوادث فهذه النقاط كلها سيتم ضبطها من خلال إدخال منظومة النقل الزاكي حتى أوزان العربيات اللي بتمشي على الطرق دلوقتي احنا بنوقف العربية النقل وندخلها مكان تتوزن فيه مع أنظمة النقل الزاكية وهي ماشيها تتوزن وإذا كانت مخالفة في الوزن أو في استخدام الحارة لأن احنا بنشوف سلوكيات النقل التهيل أو أن هي ما تمشيش في نفس التوقيتات ولا نفس الماكين اللي بتمشي في العربية بالضبط أو يستخدم الحارة للشمال ويمشي سابق العربيات الملاكية ده هيتسجل وهيتوقف في أقرب نقطة مرور أو أقرب تشيك بوينت وهيتم اتخاذ الإجراء معها وده شيء جيد يعني الحقيقة احنا طبوحاتنا في شبكة الطرق مش بس داخلية كمان في الطرق اللي هتربط ما بين الدول القرن يعني احنا عايزين نتكلم كويس من التحتك كده لا لا كويس احنا عندنا يعني ربط جمهورية مصر العربية بكي بتاون اللي هو جنوب أفراقيا عن طريق هذا هذا المحور موجود على فكرة وتحط على الخرايط وبدأنا نشتغل فيه ويمكن محور 30 يونيو اللي بتنشئ وزارة الإسكان وهتكمله الهيئة الهندسية القوات المسلحة لربطه مع طريق جلالة البحرية حتى يصل إلى جنوب جمهورية مصر العربية ده محور حر وهيكمل إن شاء الله تعالى في العديد من الدول الإفريقية وبقى موجود على خرايط ممكن نبقى نعرضه في حلقة المشاهد الكريم يرى هذا المصار وكل دولة هتنفذ الجزء المنوب بيها بحيث ده يعظم التبادل التجاري والربط البري ربط مصر بالجمهورية اللي بيها تم إنشاء منفذ بديل لمنفذ السلوم عن طريق إنشاء طريق سيوة جغبوب أنشأته لهيئة الهندسية القوات المسلحة أيضا الأنفاء وهناك فكر لربط الجمهورية مصر العربية بالمملكة العربية السعودية عن طريق جسر ما بين المملكة وما بين جمهورية مصر العربية هيساعد في تعظيم التبادل التجاري وكمان السياحة في منطقة شبج جزيرة سينة وجنوب سينة وخصوصا سياحة العطلات اللي ممكن يبقى فيه في الويك اند يجو يقضوا يومين أو حاجة بريا هتبقى سهلة ومش محتاجة طيران وأرخص وكمان يعظم من التبادل التجاري وده يعني الأنفاء اللي تم إنشاءها عندنا دلوقتي أربع أنفاء وإن شاء الله هيكون فيه اتنين تانين في بورسعيد وإن شاء الله هيتم ازدواج لنفق الشهيدة أحمد حمدي كمان في السويس هيتعامل نفق مجاور لنفق الشهيدة أحمد حمدي عشان يشتغل نفق الشهيدة أحمد حمدي الحالي وانوي أو اتجاه واحد والنفق الجديد يشتغل اتجاه تاني فده بيعظم من الربط وبالتالي بيسهل من مشاريع التنمية أنا بشكر حضرتك جزيل شكرا دكتور حسن مهدي أساس زندسة النقل والطرق والمرور بجامعة عين شمس شكرا حضرتك أشكركم على المتابعة انتهت هذه الحلقة في من القاهرة متابعتنا الإخبارية مستمرة معكم على مدار الساعة إلى اللقاء